مرحبا بكم في هذا البتل المباشر من مدينة صدى البيضاء الله يرجع رايان والمغربة كاملة الله يصبر قلب ما يمتوه من شاء الله كانت منه وكانت منه ويارب يكون خير في هذه الساعات القليلة بدأت اليوم الجمعة عملية الحفر الأفقي عقب الانتهاء من عملية الحفر العمودي للحفر الموازية للتقب المائي الذي سقط فيه الطفل رايان بمدشر إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون وأكدت مصادر من السلطات المحلية أنه بعد الانتهاء من عملية الحفر العمودي لنحو 32 متر انطلقت عملية الحفر الأفقي بمساعدة فريق من المختصين وأشارت المصدر إلا أن فريقا ضم مهندسين توبغرافين ومختصين للوقاية المدنية أجروا دراسة تقنية ميدانية على مستوى الموقع الذي يحيط بالثقب المائي المعني ووضعية التربة للتأكد من صلابتها حتى لا تعيق عملية الولوج في الحفر الأفقية وأضف أنه جرى أيضا إعداد فريق الإنقاذ الذي سيلجو الفجو الأفقية وتحديد نقطة بدأ أشغال الحفر الأفقية التي يرتقب أن تؤدي عفون إلى الموقع الذي علق فيه الطفل رايان مع الأخذ بعين الاعتبار حالة التقب المائي وهو بئر قديم حفرة قبل عدة سنوات الله يصوب لهذا الوليد هذا المغاربة كلهم معه دعاوي المغاربة كلهم معه هذا الطفل ما زال كيقاوم دبا مدة ثلاثة أيام كيفما كانت شوفوا در واحد ضجة على موقع تواصل الشيماعي فكانت منه ياربي ياربي يفرجها لي ويفرجها للعائلة دياله وحنا معاك رايان هنعود بالنسبة للناس يلا تحقوا بنا عن مباشرة بدأت اليوم الجمعة عملية الحفر الأفقي عقب الانتهاء من عملية الحفر العمودي للحفر الموازي للتقب المائي الذي سقط فيه الطفل رايان بمدشر إغران بجماعة تمروط بإقليم شفشاون وأكدت مصادر من السلطات المحلية أنه بعد الانتهاء من عملية الحفر العمودي لنحو 32 متر انطلقت عملية الحفر الأفقي بمساعدة فريق من المختصين وأشار دات المصدر إلى أن فريقا ضم مهندسين توبغرافيين ومختصين من الوقاية المدنية أجروا دراسة تقنية ميدانية على مستوى الموقع الذي يوحد بالثقب المائي المعني ووضعية التربة للتأكد من صلبتها حتى لا تعيق عملية الوروج في الحفر الأفقية وأضاف أنه جرى أيضا إعداد فريق الإنقاذ الذي سيرجع الفجوة الأفقية وتحديد نقطة بدأ أشغال الحفرة الأفقية الذي يرتقب أن تؤدي إلى الموقع الذي عالق بها الطفر ريال مع الأخذ بعين الاعتبار حالة التقب المائي وهو بئر قديم حفرة قبل عدة سنوات أشعر بأن هذه المدين كانت دعوية المغاربة ودافة وقف معه وأنه يتزوجه لا يطلع أئلة خصوصاً الأم و الأب وكانت تمنى أن يكون قاوم الطفل البارئ التي تدخل قلوب المغاربة ويدخل بيوت المغاربة وكل شيء يتعبث معه سواء أم في المغرب أو خارج أرض الوطن أو مشاهير أو كثير من الناس فأحنا كنتمنى وياربي يكون فرج الله قريب فتساعد القليلة اللي بقات وكنتمنى أن رايان يقاوم أكثر أكثر ويرجع الحضن دي الأم دياله اللي يحسن عوانها وأنا كنت أكيد أي أم غتحس بيها اللي يحسن عوانها كنتشوفوا لدها في هذا الموقف هذا وما قادرت بروانه فكنتمنى وياربي يبرد قلبها ويعطيها صفر مشاهدين كرام وترقائي قناة تشوف تيفي وصلنا إلى نهاية للبت المباشر إن شاء الله نلتقي معكم في بت مباشر آخر إلى اللقاء